موسيقى موسيقى من أجل العلاش لأنهم عرفوا بأن المسألة للصحراء قد حسم فيها ولسي مخير دليل على ذلك هي الصفارات التي تفتحت بالأقاليب الجنوبية وهذا ما يدل على أن المسألة للقضية الصحراء قد حسمت بصفة نهائية على أن أرضنا الصحراء صحراء هنا وأن الملك ملك هنا وهذا ما أدل به القطاب الملكي السامي وأكده على أن الأقاليب الجنوبية هي أقاليم مغربية مئة في المئة وخير دليل على ذلك هي ما قامت به الدول المغربية في الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية وهذا من اللي خل الخصوم الصحراء الخصوم دينا أنهم يتلعبوا بهذا القضية من أجل ماذا لأن عرفوا المسألة مشات من يدهم فبذلك حنا كيف قال سيدنا نصر الله أن الساعة الحادث قد آتت ونحن ما سيدنا وراء سيدنا أينما حل وارتحل ووراء سيدنا في القرارات الجريئة التي يتأخذ كالشباب مغاربة ندين هذا العراق الذي يدير الميليشيات البوليزاريو أمام الحدود المغربية وكان رد جيد من القوات المسلاحة الملكية وكان رد سلمي هذا الشيء الذي أريده هو أن هذا النزاع يتحييض بشكل سلمي لا أريد أن ندخل في حروب لا أريد أن ندخل في مشاكل لأن الأخوان في الحدود كجزائر أو موريطانيا لا أريد أن نرى هذا الشيء لا أريد أن نرى القدام نتمنى أن يكون خيراً نتمنى أن يتحييض هذا الشيء من هذا القدام إن شاء الله العمل الذي قاموا به القوات المسلاحة الملكية كان عمل جيد جيد يعني مشاوه بشكل سلمي وعني ما كان الحرب ما كانت تحجي يعني قاموا بتدخل سلمي وخرجوا الناس من المعبر دي القراغاس يعني كان تدخل جيد إيجاد السلام عليكم متتبعي قناة تشوف تيفي كما كان عرفوا اليوم قامت قوتنا المسلاحة الملكية الباسية بعملية تطهيرية في منطقة القرقارات بعد الاستفزازات التي قامت بها ميليشيات المرتزقة بوليزاريو بإنشائها متارس وحواجز في المنطقة مما أخلب العملية تنقل المدني والتجاري في المنطقة وتم تدخل قواتنا الملكية المسلاحة بتعليمات صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله حيث تم تأمين الوضع بنجاح في منطقة القرقارات وشعارنا الخالد الله الوطن الملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر